طيب اللي بيستعد وبقوة برضو في خلال معسكر الاعداد في الامارات لاستئناف الدوري اتحاد الكرة النهاردة اعلن بعض المواعيد في المباريات المؤجلة من الدور الممتاز قال لادارة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم الاساس حسام زناتي مدير المسابقات ان هذا الاعلان الجديد يمثل للمرحلة الاولى يعني وهو حاب يجزأ المباريات المؤجلة لثلاث مراحل كل مرحلة حسب ظروفها فقال الاساس حسام زناتي المرحلة الاولى من اعادة تنظيم مواعيد المسابقة هترتكز في المرحلة التانية على المباريات في دور تحديد ملاعب دور المجموعات لبطولة الكنفدرالية التي لم تجرأ قرعتها بعد وما اذا كانت هتبقى مباريات الفرق المصرية اللي تأهل فيها المصري وبرامد جبنولوم الف مبروك هتبقى خارج مباريات الزهاب والاياب اللي بره و اللي جوه فانتظار هذا الجدول هيأثر على تحديد مواعيد المباريات المؤجلة بيقول كمان حسام زناتي المرحلة التالتة والاخيرة هتشاف ان هو يتريث في الاعلان عن مواعيدها تحسبا لاي تغييرات قد يجريها الكاف على مواعيد الجوالات الاخيرة لدور المجموعات تبقى لتغيير مواعيد البطولة الافريقية للمحليين اللي جرى مؤخرا وده هي ترتب عليه تغيير في مواعيد بطولتين الاندية الافريقية في مبارياتها في يناير وفبراير وفقا لهذه المحددات زي ما قالت لجنة المسابقات او ادارة المسابقات في اتحاد الكرة تم تحديد يوم 23.11 اول عودة للدورة هتبقى السبت 23.11 طنطة هيلعب مع طلايا الجيش وفي نفس اليوم المقولين هيلعب مع اسوان 25.11 يوم لاثنين الاهل هيكون في الجونة الساعة 5 يبقى الاهل عودة الدورة بالنسبة ليوم 25.11 في الجونة مع الجونة الساعة 5 25.05 الساعة 5 يوم الاهل مع الجونة امبي والزمالك هيكون في نفس اليوم ايضا في استاد السلام الساعة 7.30 افسي مصر هييلعب يوم الثلاثة مع عودة دجلة وفي نفس اليوم ده الثلاثة 26.11 هيلعب المقصة والحدود تاني يوم يوم الاربع هيبقى فيه مطرين 27.11 طنطة واسموحة وبرامدز مع اسوان الخميس طلايا الجيش والانتاج الحربي والجمعة هيبقى المقولين والجونة والسبت 30.11 الاتحاد مع الاسماعيلي 29.30.11 و1.12 فيه موعيد في الاجندة الافريقية للاندية لكن بقية المواجلات سموحة وطلايا الجيش و12.12 اسماعيل وطنطة 4.12 حرص الحدود والاتحاد 4.12 بمناسبة الدوليين اللي عيبة الاهل الدوليين التسعة باشموندز انضموا للمنتخب الوطني بعد ما الكابتن حزام البدري قبل ما نخش في الحتة دي لأن فيها بعض التعليقات أعايز أبارك للكرة المصرية لا يعني بالمعنى إنما أقول إنها عاشت أيام جميلة الفطرة اللي فاتت بتأهل كل الفرق المشاركة في البطولات الخارجية في البطولات الخارجية بما فيها نادي الاتحاد السكنداريو النادي الإسماعيلي في البطولة العربية وهذا معناه إن إحنا ماشيون كويس قوي نرجو نبني على هذا الأداء وهذه النتائج المصري وبيرامد بجدارة إلى دور المجموعات الأهل والزمالك إلى دور المجموعات الاتحاد السكنداري والإسماعيلي تأهل عربي تأهل عربي لدور التمالي نستحق صحيح فهذا كلام يعني بيسعدنا أيضا الشكل الاترار الذي وضع به الجدول هو نفس الظروف بتاعة السنة اللي فاتت اللي كان عشان ما نظلمش حد حاج عامر حسين كان بيعمل كده كان بيعمل كده وعنا أقولش ده غالط صح إنما كمان الحاج عامر حسين كان بيتعرض كما تعرض في لحظة ما المجلس الحالي المدير لأن المسابقات لبعض الضغوط اللي يجب أن نتحرر جميعا منها ونمشي في شكل من أشكال الوضوح التام والشفافية التامة ولا نفكر إلا في الكرة المصرية بمناسبة اللجنة الخماسية في اتحاد الكرة الحاج من التصريحات اللي أنا أتمنى إن شاء الله تلقى تسهيلات لتنفيذها اللي أكد عليه الأستاذ عمر الجنيني الرئيس الاتحاد الكرة في أنه يناير وفبراير القادمين قد يشهد أو سوف يشهد حسب ما أكد عودة الجماهير للمدرجات دي مسألة ده تطور مهم جدا دينا شايفين لما قلنا كل الأندية المصرية ما حدش يشارك في أكتر من بطولتين أو أكتر من بطولة خارجيا كانت النتيجة إنه ما شاء الله أهل وزمالك موفقين المصري والبرامز موفقين الإسماعيلي والاتحاد موفقين يعني ستة أندية بتتأهد فأنت عندك ستة أندية من الثمانتاشر نادي يعني تلت أندية الدوري نكحين خارجيا وإنت بتعمل ده الأندية دي بتواجه منافسات قوية خارج في مباراة الإياب بتواجه أندية في المراحل المتقدمة بجماهير الأندية المصرية محتاجة هذا السلاح المنتخب الأولمبي اللي حياخد غمار تصفيات الأولمبي المواهلة لتوكيو الأسبوع القادم محاكد محتاج كل الجماهير فلتكن كل هذه الأجواء الإيجابية بداية لعودة الجماهير للمدرجات وده اللي يبقى التحول المهم جدا أنا باش مهندس في هذا الموسم رجع كل الجماهير بالساعة اللي الأمن يقدر يستوعبها ونقدر نقول إن احنا بفعلا الكرة بتستعيد عافيتها بقوة نتمنى ما عنديش كلمة أقولها غير نتمنى نتمنى انتظام الجدول نتمنى انتظام الملاعب نتمنى عودة الجماهير وبإذن الله صحة التحكيم كده يبقى كله تماما إن شاء الله لأن كل الأجواء إيجابية وكل الجهود واضحة جدا كل مع المنتخب الوطني الأول بقيادة الكابتن حسام البدري الكل في ظهر الكابتن شاوي غريب المدير الفني المنتخب الولومبي في التصفيات الأفريقية ترجمة نانسي قنقر